أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري أن بلاده لم ترسل أسلحة إلى غزة بشكل مباشر وإنما نقلت إليها تقنية تصنيع الصواريخ فجر خمسي وقال جعفري نقلنا وسننقل فقط تقنيتنا على الصعيد العسكري إلى غزة وباقي الشعوب المضطهدة والمسلمة التي تتصدى للمتغطرسين والمستكبرين مؤكدا أن المقاومة هي السبيل الوحيد لإنقاذ سكان غزة